في أفلام كتير جداً أثرت فينا وفي حياتنا بشكل عام الأفلام دي كان ليها أثبات نجاح كبير قوي ممكن تبقى سابق أحداثها مثلاً أو الممثلين أو حاجات تانية هنعرفها في حلقة جديدة أمان؟ أول فيلم من الأفلام دي هو دا جات فاضل طبعاً الفيلم دا أيقوني بكل معاني الكلمة في حاجات كتير قوي مميزة أولها مثلاً أن الفيلم بيعتبر أول أفلام المافيا اللي دارت في إطار درامي عظيم خاصة الجزء الأول من الثلاثية العظيمة اللي ممكن نقول علي أنه كان تقديمة لكل اللي كان في الفيلم وأبعادهم الشخصية وتفكيرهم وأسباب تصرفاتهم وطبعاً دا اللي خليك تتعلق بالشخصيات وبحياتهم ما بقاش مجرد فيلم بتتفرج عليه وخلاص الفيلم كمان قدملك بعض اللقاطات التراجدية بس بشكل مختلف خليك تعيش المقاس اللي بيمر بيها أبطال الفيلم بشكل ثلث وده طبعاً كان خروج عن المألوف خاصة أن المعروف عن الأفلام المافيا دي بتبقى حرب دايرة بين مجموعات أو أشخاص بشكل مباشر وده اللي خلي من أنجح أفلام المافيا خاصة مع تسلسل الأحداث اللي كمل في سلسية الأفلام وخليها من أنجحهم لأنها ما فيهاش تكرار أو ملن مش دي بس أسباب نجاح فيلم The Godfather أو سلسية The Godfather في حاجات كتيرة جداً كمانها أبطاله وكمانها حاجات كتير جداً بس تقريباً دي من أهم الحاجات اللي خليته عمل درامي ناجح جداً تاني فيلم بقى معنا النهاردة هو The Joker اللي من أول ما تم الإعلان عنه والمشاهدين في حالة ترقب عالية جداً ليه تعالي أقولك بقى ليه أول حاجة هي فكرة المدير الجوثم اللي شفناها في كذا عمل قبل كده كانت مختلفة هنا بشكل كبير تاني حاجة في The Joker هنا خليك تتعاطف معاه بشكل كبير وده الغريب لأنك كاره الشخصية دي من أول أفلام باتمان لأنك دايماً شايفه من برة مش فاهم ليه هو بيعمل كده أو إيه اللي وصل لك كده وأظن من أحلى الحاجات في The Joker إنه بيعرفك ده لأ وكمان هيخليك تتعاطف معاه تالت سبب من أزاب نجاح الجوكر هي الموسيقى التصويرية اللي خلت الفيلم في حتة تانية خاصة بقى مع المشاهد اللي كانت بتزيد فيها القصارة النفسية اللي بتحتاج نوع معين كده من السحلة الدماغية آخر حاجة هنتكلم عنها في The Joker هو أخواكين فينيكس اللي لازم نقوله مليون شابو على اللي عمله في الفيلم هنا خاصة أنه هو بيتحول من حالة الحالة في أقل من ثانية اللي هو يلا بينا مرة واحدة تحس كده إنه عنده مرجحة مش موت سوينجز طبيعي لأ وده اللي خلاك أمان يفوز بالأسكر عن أدائه لأنه خلاك تحب الكاركتر وتكرهها في نفس اللحظة أقوامان هو آخر فيلم هنتكلم عنه بس مش آخر فيلم في القائمة ده أكيد من أحلى مميزات الفيلم إنه عملك حياة كاملة متكاملة تحت المية لأ وخلاك نفسك تعيش فيها كمان من حلواتها بالرغم بقى من القصة والحبكة الدرامية ما كانتش قوي إلا إن الفيلم حقق نجاح كبير من النقاد العالميين وفي شباك التذكر كمان من أهم أسباب نجاح أقوامان الممثل العالمي جيسون مومو اللي نجح بشكل كبير بعد ظهوره في المسلسل الأسطوري جيموا في ترونز وبقى ليه شعبية كبيرة جدا خلت كل الناس داخل تتفرج يشوفه وهيعملوا إيه المراد دي بقى كانت أهم أسباب نجاح ثلاث أفلام بس من القائمة الطويلة ممكن تقولوا لنا أسباب نجاح ثانية للأفلام دي اشتركوا في القناة